الأزمة المستفحلة في السودان متشعرة لكن التطورات شرق البلاد كانت من أبرز محركات الخلافات في الانتظار يقول قيادي في المجلس الأعلى لنظارات الباجة السودانية إنه لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن بفتح الموالئ والطرق شرق البلاد ماذا يحصل شرقي البلاد؟ وأي أهمية لهذه المنطقة الاستراتيجية في الحل السوداني المرتجع؟ التفاصيل وإضاءة أشمل على هذه المنطقة الاستراتيجية في هذه الفقرة من غرفة الأخبار مع كارولينا نصار كارولينا الأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة التحذير من المجاعة من فقدان مواد غذائية أساسية هل هناك مهلة زمنية؟ ولكن أولا معك ما أهمية هذه المنطقة بالنسبة للبلاد؟ مسانور روبير لا مهلة زمنية حتى الساعة سيتم غدا لقاء للمسؤولين لمعرفة أو لاتخاذ خطوات مرتقبة لأنه كما ذكرت الدواء والغذاء في هذه المنطقة الاستراتيجية أساسيا ليس فقط للسودان إنما أيضا لبلدان أخرى سنغوص في تفاصيل أهمية هذه المنطقة لأنه كما تعلم وكما ذكرت السودان على حفة أزمة محتملة تضاف إلى مجموعة أزماته الإمدادات الغذائية عدد من السلع الاستراتيجية والأدوية والنفط باتت على وشك النفاذ من البلاد هذا يرجع إلى استمرار الحصار وإغلاق موانئ شرق السودان استراتيجية تعد موانئ شرق السودان في مدينة بورت سودان عاصمة ولاية البحر الأحمر ذات أهمية استراتيجية بالغة ليست بالنسبة للسودان فقط كما ذكرت إنما لدول إفريقية عدة مما يجعل من إغلاقها أداة ضغط شديدة على السلطات في الخرطوم الأهمية الاستراتيجية أيضا لموانئ شرق السودان تعود لكونها المنفذ البحري الوحيد للبلاد إلى جانب استخدامها كمنفذ بحري لعدد من الدول الإفريقية الحبيسة كجنوب السودان وأيضا إثيوبيا ميناء بورت سودان الرئيسي في البلاد يحتوي على مجموعة من الموانئ والأرصفة المخصصة لعدد من المجالات وكلها تعاد شرعين رئيسية لعمليات الاستراد والتصدير في البلاد يضم أيضا ميناء بورت سودان الميناء الجنوبي المخصص للحاويات والشمالي الذي يستخدم لتصدير والاستراد ميناء السواكن الذي يستخدم للمسافرين بحريا إلى جانب ميناء بشائر الذي تستخدمه دولة جنوب السودان في تصدير افتها يضاف إلى كل هذا كون الساحل البحر السوداني الشرقي واحد من أطول السواحل البحرية عالميا ويمتد على طول 1370 ميلا بحريا ويتميز بخلجانه المناسبة لإقامة موانئ عالمية من الطراز المتميز كل هذا يجعل من موانئ بورت سودان تدر عوائد مالية ضخمة للخرطوم تتراوح سنويا بين 4 و7 مليارات دولار كما تجعل من الموانئ نقطة تنافس عالمية من أجل الاستثمار فيها هذا كله وبالإضافة إلى موقع السودان المحوري في إفريقيا تعتبر موانئ شرق السودان جسرا استراتيجيا يربط القارة الإفريقية بالبحر الأحمر وأيضا بمضيق باب المندب مما يجعل إغلاقها انسدادا لشريان حياة رئيسي للسودان إذن روبير لكل هذه الأسباب التي استعرضناها إغلاق هذه المنطقة بطبيعة الحال سيكون له تدعيات كبيرة اقتصادية وإنسانية لأن الإغلاق حتى اليوم واحد يمكن أن يكون مكلف جدا للاقتصاد السوداني وأيضا لأدول الأخرى فعلا هذه الأرقام مقلقة جدا كارولينا سنكون في الساعة الثانية من غرفة الأخبار مع تفاصيل أكثر وفي حوار مع عدد من الضيوف لمسار الحل إلينا يذهب المجتمع الدولي قرارات مجلس الأمن وكيف يمكن قراءة العسيان الحاصل في الداخل شكرا كارولينا